مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك دأبت نساء كاركوك لتنظيم معرض خيري لدعم المحتاجين تقدم كسلة غذائية لتخفيف العبع عن كاهل الفقراء وتوفير أبسط متطلبات الحياة لهم وهدف السوق الخيري هو نستقبل رمضان نحمل سلة رمضانية للمحتاجين للعوالي لتعمل المحتاجين حتى الفقراء ما أقول للمحتاجين فقط من غراض ملابس أكل أكلات تراثية وتحاف ورسوم وكل شيء خياطة وحبيني نشارك هذا المعرض الجمهور المعرض الأيتام أنا معرض السلام وحبيني نشارك في محافظة كاركوك أكثر من خمسين امرأة شاركت في هذا المعرض لتعرض أعمالها اليدوية كالملابس وأصناف الطعام والأواني الفخارية وحتى اللوحات الفنية موجهين دعوة إلى الناس بضرورة دعم الفقراء سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك